ألا وسهلا بك نتيجة غير متوقعة بالأساس يعني خاصة من جانب كثرة الأهداف اليوم الأهلي فوزن التارشي بسم الله الرحمن الرحيم بشكر ربنا طبعا النتيجة بس لي مش متوقع يعني احنا متوقعين كل حاجة في كورة القدم الحصينا متع الأهداف ما احنا النادي الأهلي فالنادي الأهلي دايما بيلعب دايما عن مكسب ودايما بيلعب على اللي يجيب أهداف أكتر وده ده اللي احنا تعودين عني منصورين يعني منصورة ما نأسس في النادي الأهلي بنتعود ان احنا كل ماتش لازم نكسب ونجيبي جوانا أكتر بإذن الله اليوم ما جيتك فرصة كبيرة في الهدف الأول ثم دياريكتو سجلت هدف فأني فرصة الأولانية الحمد لله كانتش فيه توفيق وانا كان فكرت أفكارين بس الحمد لله ربنا بعوضني يعني وعوضني ومش موين ما أجيب جوانا اما حاجة من اللعبة كلها تلعب وتساعد بعض وانا احنا نجيبي اهداف يعني من المواجهات المباشرة تاريخية ضد التاريجي رادي توسي اليوم كانت تعتبرها مواجهة في المتناول على العكس السنوية السابقة ربما اااا امكنا لا امكنا احنا فريقنا قوية وطبعا احترام كله طبعا فريق تراجبي طبعا يعني فريق قوي ولعبة كويسة جدا بس طبعا يعني تعرف كوروتو القدم ساعات يعني بيد يتدي للنس المكتهدة أكتر والحمد لله اكتهدنا وربنا كافينا النتيجة هذه تكون تأكيد للترشح لمباراة العودة أم ربما تغالت وترجي نجي مالعب حضوظه في القيام؟ يمكن زي أقول لك احنا النادي الأهل بكرا نافل الصفحة دي نركز في المطش اللي جاي نحن نلعب على كل مطش على المكسب ونركز في المطش اللي قبلي وإن شاء الله بإذننا لنكسب بردو المطش اللي جاي بإذن الله ونصعد للنهائي كرباء أسوية الخارج المباراة أنت مهاجم محمد الظاوي لعب شاب تونسي مهاجم تقتيره ونساقحك ليه كيفاش محمد الظاوي كريستو اه كريستو شخصية جميلة ولعب كويس جدا وإن شاء الله الفترة الجاية هياخد ويلعب هو بس عايش وقت صبر طبعا يعني هو بصراحة صبر وشخصية محترمة وإن شاء الله يعني احنا كافي الفراء مستنين منه أداء كبير جدا وإن شاء الله يكون أدفر منتخب تونس بإذن الله السنة لداء بإذن الله النجم يخولك بلاستيك في الأهلي ايه؟ النجم يخولك مكانك في الأهلي أنا؟ لا والله أنا مكن أفرح له لأنه هو يلعب ويجيبي جوان لأن في الأول آخر دي مصطحة لكل وأنا نفسي أنه يلعب ويجيبي جوان يعني لأنه هو في بداية عمره وبدأيت مستقبله وأتفرق معه كتير بإذن الله ألف شك حبيب سؤال أخير بالنسبة لك لما يقول كهرباء محمد كهرباء نحكي على عديد المشكليات صارت من ذلك الأهلي الجهي زي الدهنية اللي خليك دائمنا مركز ودائما بنفس المستوى من أين تستمد هذه القوة الدهنية من ربنا وأبوي أم ويخت وإخوية جمهورنا دي الأهلي هما دول بيدفعوني الأحسن وأن أنا أفصل من الملعب وخارج الملعب وأنا بركز بحاجة أبرا الملعب خالص يعني بس شكرا